بداية بشان التقوي حيث ارتفع تصاروة النفطة اليوم مدعومة بأمال حيالي حزمة تحفيز اقتصادية جديدة من المتوقع أن يقررها الرئيس الأمريكي جورب بايدن الحد من أثار تدعيات جائحة كورونا وسعد خام براند بـ 18 سنة ليتحدد سعره أو سعر التسوية عند 56.08 دولارا للبرميل بينما أغلق الخامة الأمريكية غرب تيكساس الوسيط عند 53.24 دولارا للبرميل مرتفعا بـ 26 سنة نعود إلى شأن أو إلى غير